كيف تقرأ هذه التطورات العسكرية خاصة بعد إقرار موسكو بسيطرة أوكرانيا على 28 قرية وطبعاً الهجوم على كورسك مساء الخير أستاذة ميرنا يعني الهجوم كان مفاجئ للمشبس للروس يعني هناك خبراء أوكراني يقولون أنه حتى مفاجئ للأوكران وأنه تم بدون علم حلفاء كيف وبالفعل هو حدث مفاجئ في سياق العمليات العسكرية الجارية ورح تكون إلو نتائج مستقبلية مهمة سواء على الصعيد العسكري اللي واضحة يعني اللي هو احتلال مساحة عمق 12 كيلومتر وطول 40 كيلومتر على الأقل ويعني تهديد مواقع حيوية واستراتيجية لكن الأثرين الأساسية رح يكونوا بالمجال السياسي وبالمجال المعنوي بالمجال السياسي رح يكون لهم تأكيد على المفاوضات مستقبلية هذه الاستراتيجية العسكرية التي تتبعها الآن أوكرانيا الجديدة من نوعها بحسب أيضا ما ذكر بوتين هذا الهجوم الذي لم تشده روسيا منذ عام 2022 ذكر بوتين بأنه لتحسين موقف أوكرانيا التفاوضي هل من الممكن أن نرى توغل أوكراني أكبر في العمق الروسي برأيك؟ يعني لا أعتقد أنه الظروف ستسمح مرة أخرى أنصر المفاجأة كان أساسي في نجاح هذا الهجوم لا أعتقد أنه يعني الروس سيسمحون بحدوث مثل هذا الأمر مرة أخرى كل شيء وارد لكن أكيد رح يكون الأمر أصعب لكن لافت بكلام بوتين أنه يتحدث عن مفاوضات مستقبلية يعني هذا يشير إلى أنه في احتمال لعملية التفاوض لإنهاء الحرب هل برأيك بحسب المعطيات العسكرية وعلى الأرض هل نحن أقرب من أي وقت مضى للتفاوض برأيك؟ هل الطرفين الآن مستعدان للجلوس على طاولة المفاوضات بعد هذه التطورات العسكرية؟ يعني بأعتقد صعب أن روسيا تفاوض وأراضيها محتلة هذا الحدث يعني غزو الأراضي الروسية واقتحام الحدود وأخذ أراضي لم يحدث منذ سنة 1941 منذ الهجوم النازع على الأراضي الروسية هذا جرح للكبرياء الروسي والمشاعر الروسية أعتقد أنه بالأول لازم ينتهي هذا الهجوم أو روسيا بدها تفكر بالأول كيف تخرج القوات الأوكرانية وبعد ذلك يعني ممكن يكون في عملية تفاوض أو عملية تفكير بإنهاء الحرب لأن الصفحة التي تلقوها الروس كانت قاسية جدا ليست طبيعية وليست عادية وليست في سياق عمليات عسكرية روتينية العملية استراتيجية أبعد من ذلك بكثير نعم وهل هذا برأيك سوف يعدل من استراتيجية روسيا العسكرية على الأرض خاصة اليوم نتحدث عن دعم غربي أكبر لأوكرانيا بعد كل هذه التطورات التي رأيناها ويعني أوكرانيا تستغل هذا الموضوع ميدانيا على أقل تقدير صحيح يعني كما ذكرت منذ قليل الصفحة بالغة القسوة وبالتأكيد ستترك تأثيرا بالوعي والتفكير المستقبل الروسي هذه الهجمة يمكن أن تتكرر الروس حتى الآن لا يعرفون كيف حدث هذا الأمر ما هي القوة والقدرات والمساعدة التي تلقتها أوكرانيا حتى استطاعت إنجازها ولا يدرون بالتأكيد هل سيكون بإمكان القوات الأوكرانية الاستفادة من قدرات مشابهة في المستقبل هناك دائما في مثل هذه الظروف تفكير بدعم استخباراتي خاصة أن الدول الغربية قادرة بقوة إذا كان استخدمت إمكانيات استخباراتية يمكن أن تستخدم مرة أخرى ويمكن أحراج روسيا من جديد فأتوقع أنه ممكن يكون يأثر على عملية تفاوضية أو على القبول لكن ليس قبل انسحاب الأوكران لا يمكن لبوتين أن يفاوض وموجود قوات أوكرانية على عرضي فكرة وأنا أشكرك من قراءة التركيبة النفسية لبوتين لا يمكن أن يحدث شكرا لك على هذه المداخلة من باريس عبد الناصر العيد الخبير العسكري والستراتيجي شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر